هنا في تعز اليمنية لا يسلم الأطفال من رصاص قناصة ميليشيا الحوثي الذين يتمركزون في الأبنية العالية هذه الأبنية التي أنهكتها حرب لا تزال مستمرة منذ نحو ثمان سنوات وكما كل الحروب يدفع المدنيون الثمن الأغلى منها لا سيما الأطفال لا أتركهم ليس يخرجوا خارج يقلسوا هنا حتى إذا في قضائح أو شيء خروج الأطفال للعب في الخارج في تعز يهدد حياتهم فأربعة من أطفال فاطمة كانوا ضحايا قناصة ميليشيا الحوثي وذنبهم كان أنهم أرادوا اللعب خارجا ذات يوم السبب الأطفال لا يعرفوا ولا يعملوا حاولت الأم المنكوبة توثيق ما حدث لأطفالها على أمل تحقيق العدالة فيما تستمر الحياة بظروفها القاسية على أهل مدينة تعز الذين بات بعضهم يختبئوا في مبان مهجورة خشية أنتطى لهم رصاصات الحوثي نور الحصني الحدث